موسيقى هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع رديد ردمشين توزن لهب طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن ابنة جون مورستين ورح نذكر جميع التفاصيل عنها وجميع المعلومات الممكنة اللي نقدر نجيبها ويعني رح نفصل فيها تفصيل كامل ونشوف هل ظهرت في رديد ردمشين او هل ظهرت في رديد ردمشين تو فيلا نخش في المقطع طيب عشان يوضح لكم الموضوع وتفهمون اكثر احداث رديد ردمشين تو ترى قبل احداث رديد ردمشين بمعنى اخر الجزء الثاني قبل احداث الجزء الاول طيب عشان يوضح لكم الموضوع اكثر لازم يوضح التالي ايضا احداث رديد ردمشين تو بدت عام 1899 واستمرت الى عام 1907 هذه كانت فترة رديد ردمشين تو والجزء الاول من رديد ردمشين بدأ عام 1911 في الفترة ما بين 1899 الى عام 1911 صارت اشياء كثيرة وتفصيلها راح يكون كالتالي عام 1899 الى عام 1907 هذه الفترة كان جون مورستين يبحث عن مكان يعيش فيه ويستقر فيه بعيدا عن الحياة الاجرامية وفيها دار على امريكا كلها ولاحقا استقر في ولاية نيو اوستين وتحديدا في بيتشارز هوب وتحديدا استقر عام 1907 من عام 1907 الى عام 1911 هذه كانت فترة فراغ وهذه الفترة كانت قبل احداث الجزء الاول طيب كلنا نعرف عائلة جون مورستين اللي مكونة من زوجة ابيغيل روبرتس وابنه الوحيد جاك مورستين لكن اللي ما تعرفوه انه جون مورستين له ابنة لم يطلق عليها اسم ممكن البعض منكم يعرف هذا الشيء لكن اتوقع نسبة كبيرة منكم ما يعرف هذا الموضوع طيب ابنة جون مورستين يتم ذكرها في الجزء الاول من اللعبة ثلاثة مرات كاملة اول مرة يتم ذكرها رح تكون في مهمة اسمها ومن اند كاتل وهالمهمة جون مورستين فيها يتكلم عن ابنته مع باني مكفارلين تعالوا نسمع سويا طيب جون مورستين كثيرة لكن اهمها لما قال انا رجل متزوج وعندي ابن وقال كان عندي بنس لكنها ماتت ولم تعد معنا الان طبعا غالبا غالبا ابنت جون مورستين ماتت وهي بعمر صغير جدا بالنسبة للمرة الثانية اللي يتم فيها ذكر ابنت جون مورستين رح تكون في مهمة اسمها فاذر ابراهام وهذه المهمة رح تاخذ لويسا فورتونا لمكان معين وفي اثناء المشوار هذا رح يدور حوار بينكم تعالوا نسمع سويا طبعا الزانية طبعا ازاي ما سمعتو فورتونا قالت هل لديك ابناء يا جون مورستين جون رده قال لدي ابن في المنزل وبنت في الجنة على حسب كلامه ومن هنا ايضا جون يأكد ان ابنته ميته منذ فترة طويلة وهي غير متواجدة معه حاليا وبالنسبة للمرة الثالثة اللي يتم فيها ذكر ابنت جون مورستين رح تكون في مهمة رئيسية اسمها وفيها جون مورستين يقبض على خافيير سكويلة وخافيير سكويلة رح يقول التالي لجون مورستين تتاكد انك اكتبتين ما تفعله يا أخي ترمي منه مورستين عامل انك رحلت لم يكن بقيتك اوه 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 طيب زي ما اسمعتو خفير سكويلا قال ركزوا معايا قال يور تشيلدرن ما قال يور صن بمعنى ابنك وابنتك ايضا يور تشيلدرن يعني حتى خفير سكويلا اقرب اصدقاء جون مورستين كان يعرف بامر ابنت جون مورستين غير معروفة الاسم طيب في حوار بين جون مورستين وسيدي ادلر تقدر تستنتج منه بعض الاشياء المهمة جدا حول موضوع ابنت جون مورستين تعالوا نسمع سويا طيب الان نقدر نجمع المعلومات ونرتبها مع بعضها البعض ومن هذا الحوار نقدر نستنتج التالي انه جون مورستين وعائلته بعد ما مات ارثر مورغين اتجهوا نحو جنوب امريكا بحثا عن مكان للعيش وبعيدا عن حياتهم الاجرامية السابقة طبعا هذا يعطينا احتمالين لابنت جون مورستين الاحتمال الاول انه ابنت جون مورستين ولدت وماتت في الفترة ما بين 1899 الى عام 1907 طبعا زي ما قلنا سابقا هذه الفترة فيها جون مورستين وعائلته كانوا يبحثون عن مكان عشان يعيشون في حياة طبيعية وحياة جديدة بعيدة عن الاجرام وحياة الاجرام وزي ما قلنا سابقا ايضا بعدها استقروا في بيتشارز هوب فممكن ابنت جون مورستين ولدت في هذه الفترة وماتت ايضا في هذه الفترة الفترة اللي هي 8 سنين هذه فممكن ابنت جون مورستين ولدت وماتت فيها هذا هو احتمالا الاول الاحتمال الثاني انه ابنت جون مورستين لابد انها ولدت بعد عام 1907 وتحديدا ولدت بعد انتهاء الرددر ديمشين تو وماتت قبل عام 1911 وتحديدا ماتت قبل ما يبدأ الجزء الاول من اللعبة زي ما قلت لكم في بداية المقطع من عام 1907 الى عام 1911 كان فيه قاب زمني او فراق زمني ما صارت فيه له احداث او ما عرفنا اش هذه الاحداث فممكن ابنت جون مورستين ولدت وماتت في هذه الفترة بالنسبة لي انا صراحة اختار الاحتمال الثاني واستبعد الاول لانه لو فعلا ابنت جون مورستين ولدت لما جون بدأ حياته الجديدة كان شفنا بعض الحوارات عنها وبعض المعلومات عنها وكيف ماتت فعلا في رددر ديمشين تو لكن ما شفنا اي شي من هذه الاشياء وما تم ذكرها لذلك انا اخترت الثاني يعني ولدت عام 1907 الى عام 1911 لانه في احداث الجزء الاول تم ذكر ابنت جون مورستين عكس الى احداث الجزء الثاني ما ذكروا اي شي عنها لذلك انا اروح مع الاحتمال الثاني طيب ابنت جون مورستين ما تظهر فعليا بحلتها في اللعبة يعني بنفسها ما تظهر فقط فقط يتم ذكرها في الحوارات زي حوار جون مورستين مع بوني مكفارلين ولويسا فورتونا وايضا اسم بنت جون مورستين غير معروف ولم يتم ذكره حتى الان طيب غالبا غالبا ابنت جون مورستين دفنت في مكان غير معلوم وغالبا مكان يعني غير موجود في الجزئين او ممكن تكون ابنت جون مورستين مدفونة في مكان معين من ردد ريدمشن 2 او مكان معين في ردد ريدمشن 1 لكن انا صراحة اتوقع انها يعني دفنت في الجنوب واماكن بعيدة غير مذكورة في الجزء الاول او الجزء الثاني طيب في نظرية مختلفة تماما عن الموضوع انه ابنت جون مورستين ليست من ابيغيل روبرتس وانما من امرأة اخرى وراح اعطيكم ادلة قوية تقوي هذه النظرية طيب زي ما تعرفون الام تحب كل عيالها ابناءها بناتها كلهم لكن البنات يعني لهم معزة خاصة ومعاملة خاصة الغريب في الموضوع انه ابيغيل ابدا ابدا ما تذكر ابنت جون مورستين ولا تتكلم عنها ولا تلمح عنها ولا تذكر اي شي عنها وكيف كانت فشي غريب جدا يخلينا نرجح هذه النظرية وانه فعلا ابنت جون مورستين ليست من ابيغيل وانما من امرأة اخرى نظرية غريبة جدا الدليل الثاني انه جون مورستين ابدا ابدا ما اخبر جاك عن اخته ولا قاله ترى عندك اخته ولا اي حاجة ما قاله وكان يخفي هذا الشي عنه غالبا فليش جون مورستين يخفي زي كذا موضوع عن جاك مورستين لانه في الاول والاخير جاك لازم يعرف انه ترى عندك اخت حتى لو كانت من امرأة اخرى لازم تعرف انها هذه اختك عشان تعتني بيها مستقبلا وغيرها من هذه الكلام لكن جون مورستين كان جدا متكتم على الموضوع وما قال لي ابنه جاك مورستين طيب في نظرية تقول انه ام ابنة جون مورستين هي كيرين عضو العصابة لانه زي ما تعرفون كان في لمسات وحركات بين كيرين وجون مورستين فممكن فعلا انه ام ابنة جون مورستين هي كيرين طبعا هي تبقى نظرية ضعيفة لكن النظرية موجودة وممكن تكون صحيحة طيب في نظرية قوية جدا وهذه النظرية تقول اسم ابنة جون مورستين وعلى حسب النظرية اسم ابنة جون مورستين هو رايتشل طيب كيف بنوا هذه النظرية بكل بساطة جون مورستين عنده حصان معين اسمه رايتشل وقالوا انه جون مورستين سمى هذا الحصان بهذا الاسم تيمنا باسم ابنته واشارة لاسم ابنته طبعا النظرية جدا جدا قوية وانا اتوقع بنسبة 90 الى 95% انه فعلا اسم ابنة جون مورستين هو رايتشل طيب شاركونا في خانة التعليقات اراءكم عن جون مورستين وابنته وهل كنتوا تعرفون انه لجون مورستين ابنه وايضا شاركونا اراءكم عن النظريات واي نظرية تشوفونها صحيحة طيب ابكذا اصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هده الان ادمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة